إلى سجن عوفر قرب رام الله بالدفة الغربية وصلت عربات أمنية وعلى متنها مدنيون فلسطينيون تفعيلا للاتفاق القاضي بإقرار الهدنة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل لكن خلافا للدفعة الأولى تأخر تسليم الدفعة الثانية هذه المرة لتبقى حافلة الصليب الأحمر الدولي مركونة قرب السجن عوفر إلى أجل غير مسمى أمام هذا الوضع باتت العملية آيلة للفشل فيما كان محيط السجن عوفر يكتض بأقارب الفلسطينيين حتى تلتزمت الأبيب ببنود الاتفاق كما سجلت الحركة تلاعب إسرائيل بلائحة الأسرى من خلال عدم احترام معيار الأقدمية أمام هذا الوضع باتت العملية آيلة للفشل فيما كان محيط السجن عوفر يكتض بأقارب الفلسطينيين الذين كانوا في انتظار الإفراج عن ذويهم ليعمد الجيش الإسرائيلي إلى استعمال الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتشدين فيما كانت مسيرات أخرى تجوب شوارعة الأبيب تطالب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بتحرير كل الأسرى الإسرائيليين وفي آخر ساعات يوم السبت نجحت الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في الوصول إلى أرضية توافق بين حركة حماس وإسرائيل ويعلن عن تسليم الدفعة الثانية من الأسرى